تحقق الإنقلاب وكان لابد لصنعاء أن تعيش في ظلمة غياب الدولة وتحت رحمة العصابات فكيف للجماعة التي نهبت مؤسسات الدولة أن تحرص على حقوق المواطنين؟ من وقت لآخر تسجل بعض كاميرات المراقبة مشاهد لأفراد عصابات يتحركون في وضح النهار في شوارع صنعاء وينفذون جرائمهم بلا رادع قد يقول البعض إن جرائم السطو تحدث في أكثر البلدان أمنا لكن لماذا لم تكن تحدث قبل سطوة الميليشيا وحالات الإنفلات الأمني التي تسببت بها في صنعاء؟ هنا تسجل الكاميرا مشهدا للسطو على سيارة مركونة في شارع عام وهناك ترصد كاميرات أخرى ومن زوايا مختلفة فريق عصابة وقد اختار الضحية تابعوا اقتنصوا الفرصة للتنفيذ ولما فشلوا أطلقوا الرصاص على المواطنين بشكل عشوائي لا يصطو المجرم على المقتنيات فقط بل ولديه القدر الكافي من الشر لتحويل اللحظة السعيدة إلى لحظات من الحزن والتخبط والوجع هنا كاميرا ثالثة أيضا توثق لصا يقود دراجة نارية يصطو على تليفون فتاة وسط شارع عام هذا كل ما تسجله العدسات السرية لبعض المتاجر لكن الناس في صنعاء تتحدث عن عمليات سطو أكبر بكثير لحقائب نساء ومتاجر ومنازل لم تنشر ولم يجري توثيقها ففي ظل سلطة جماعة الحوثي وصالح لا شيء يمكن أن يسير بشكل طبيعي طالما والأيد التي تغرق بالدم من السهل أن تتيح السرقة والقتل